ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان الدكتور صباح ياسين الأكاديمي من الدبلوماس السابق أهلا بك دكتور صباح هل تتفق مع من يقول بأن ربما هذه الزيارات المتكررة لمسؤولين عراقيين لمصر وعرض الدعم الاختصادي لها يأتي في إطار محاولة إيران الدخول إلى مصر عبر بوابة العراق أبنى في ذلك مبالغة في الوصف أنا أعتقد أن هناك مبالغة في هذا الأمر رغم أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وإيران ربما تمتد في عقد الخمسينات من القرن الماضي وساءت العلاقات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ثم كانت هناك محاولة تحسين هذه العلاقات ولكنها باءت الفشل بسبب السياسة الإيرانية ولكن ما عرضه التقرير من أن العراق يقوم بالوساطة أو يحاول أن يمد الجسور بين طهران والقاهرة أعتقد أن النظام العراقي لا يلتفت بوجهه نحو الغرب نحو الوطن العربي وإنما كل اهتماماته الآن متوجهة لتمتين علاقته مع إيران اقتصاديا وسياسيا وبالتالي يلبي متطلبات هذه الحالة الوضع الاقتصادي العراقي أيضا كلف الحرب القائمة بالعراق تدهور الحالة الاقتصادية تفكك في البناء فشل الدولة عموما من إدارة فعالياتها لا تسمح لها أيضا أن تقدم منح أو قروض أو مساعدات أو تعطي نفوط بأسعار تفضيلية لكي تمارس دالة على النظام المصري وتمهد لتمتين علاقات مع الإيران هذه هي النقطة التي تثير الشكوك دكتور صباح يعني العراق مع اقتصاده المعلوم وحالته التي نعلمها جميعا كيف له أن يقدم الدعم لمصر إذن إذا لم تكن وراءه دولة قوية مثل إيران لا حتى إيران وضاع الاقتصادي لا يشجع إيران قريبا خرجت من عقوبات ثقيلة دولية وأمريكية وهناك تدهور في سعر صرف الليرة هناك تضخم هناك تراجع في كفاءة إنتاج النفط فأنا لا أعتقد هناك نفوط زائدة لدى إيران لكي تقدمها إلى القاهرة ولكن هناك دائما سياسة إيرانية معروفة لشق وحدة الصف العربي يعني هي محاولة تأثير على الاهتمامات المصرية اهتمامات القيادة المصرية بالوضع العربي ولاحظنا هذا منذ فترة طويلة يعني ليس جديدا وبتقديري أنه إيران لا تستطيع أن تكون بديلا لأي دعم عربي محتمل ممكن تقدم المنظومة العربية إلى مصر فهذه محاولات يعني لا طبيعة السياسة المصرية التي متسمة بنوع من الاستقرار تقبلها ولا البيئة الاقتصادية الموجودة في العراق وإيران قادرة أن تحمل هذه التبعي نعم ولكن السياسة المصرية يعني يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن هناك فراغ في مصر أو في الاقتصاد المصري تركتها السعودية بعد قطع إمبادتها النفطية على مصر هل تعتقد أو لا تعتقد أن مصر ربما الآن تبحث عن بديل وربما قد تجده في إيران أنا أعتقد نعم نعم أنا أتفق معك أن الوضع الاقتصادي في مصر يزداد صعوبا وأن الضغوطات على مصر يعني حقيقة هي من ثلاث مصادر ضغوطات داخلية بسبب وضع الاقتصاد المصري تدهور صرف الجنيه وبالتالي الاستحقاقات القائمة على الحكومة المصرية لالتزاماتها وهناك للأسف فيا عربية ملتبسة موجودة من اليمن إلى سوريا مصر لها دور مركزي محوري في النظام العربي هذا الدور تراجع منذ عام 2010 منذ مجيء بسقوط مبارك ولحد الآن ازداد هذا التدهور ولم تكن هناك أي قدرة عربية لعادة ترصين الوضع المصري لكن هذا ليس مسوغا لأي تلجأ المصر لإدامة العلاقة مع إيران هناك قضايا عديدة تتعلق بالإرهاب واتهم بها النظام الإيراني داخل جمهورية مصر العربية وأنا أعتقد الأمن في مصر وقضايا سيناء وقضايا العلاقة مع منظومات إقليمية لا تسمح للسياسة المصرية أن تمتت كثيرا في علاقة إيجابية مع إيران حتى ولو كانت هناك إغراءات إيرانية متوالية لسحب القيادة المصرية للتعامل مع هذه الحالة نعم وأيضا هل تعتقد أن ربما مصر حتى وإلا تفتح علاقة مباشرة مع إيران قد تستغل هذا الاهتمام الإيراني للدخول إلى مصر ربما للضغط على بعض دول الخليج لمساعدتها ورفع اقتصادها نوعا ما ربما في هذا الجانب يمكن ولكن هي المشكلة أنه اهتمامات إيران بمصر تصددم بممانعة مصرية قديمة من إقامة علاقات طبيعية يعني دبلوماسية واقتصادية مع إيران السبب أنه يعني الحالة العراقية حالة مأزومة يعني هي تمنع مصر اللي معروفة بتوجهاتها العروبية دائما مع اختلاف أنظمتها مصر منذ عام 1952 ولا غاية الآن تمنع من التضحية بهذه العلاقة لصالح أنه تحصل مكاسب الاقتصادية وأنا أعتقد أنه إزمة العلاقة بين مصر والسعودية في مسألة الطاقة هي إزمة عابرة يعني يتعلق ببعض الإشكالات التي تحدثت وأنا أعتقد البيئة العربية الآن يعني تجد انفراجات رم واحد من هذه الانفراجات هي تحسين العلاقة المصرية السعودية مستقبلا نعم هناك من يرى بأن الموقف الغريب الذي استغربناه جميعا لمصر فيما يتعلق بالأزمة السورية ربما يكون يعني نظرة استراتيجية أو بعد نظر كما يراها البعض يعني علاقة ربما مستقبلية بين مصر وإيران مصر في طبيعتها يعني كدولة إقليمية كبرى لها حساباتها في العلاقة يعني مصر منذ عهد عبد الناصر وهي تتحدث عن تحسين العلاقة مع ثلاثة أطراف البيئة العربية الطرف الأول الإيران ثم تركيا ثم أفريقيا يعني أغندا ونيجيريا وهذه الدوائر الثلاثة من العلاقة أسست بعد ثورة يوليو بـ 52 واستمرت عليها السياسة المصرية فيعني ليس مستغربا أن السياسة المصرية لا تقطع كل الطرق في العلاقة مع إيران يعني أنا أعرف أنه لا زالت هناك علاقات ثقافية بين مصر وبين إيران لا زالت هناك جمعية صداقة مصرية إيرانية تعمل لا زالت جامعة القاهرة تدرس اللغة الفارسية لا زالت هناك فعاليات ثقافية هذا لا يعني أن مصر ستقبل في أن الإملاءات الإيرانية التي هي حقيقة طوقت مصر في سوريا وطوقتها في اليمن وفي خاصرة العراق أنا أعتقد أن النظام السياسي القومي المصري سوف لن يندفع كثيرا في العلاقة مع إيران حفاظا على هذه المبادئ بالسياسة المصرية التقليدية الأكاديمي ودبلومات السابقة دكتور صباح ياسين قد معنا من عمان شكرا جزيلا لك